السلام عليكم ورحمة الله هنكمل مع بعض الفيديو السابع والأخير في الجزء الثالث وهو كيفية رسم البروفيل وفناه للفيديو السادس الفيديو السابق والفيديو بتاعنا ده في كيفية إخراج البروفيل بالشكل اللي احنا شايفينه ده طيب ازاي طلع بقى الاستينج والنورثينج والستيشن من البلان شنقله على البروفيل بنيجي البلان ولا كنا اجيب لك خريطة بالمنظر ده فبتبدأ تقطعها زي ما قلنا في الفيديو الخامس تقريبا ازاي بنقطعها باللسكيل اللي احنا نتبع له ولكن دي بقى لوحة يظهر عليها الكلام ده ونيجي مسلا ادي الخط بتاعنا او اللوحة دي ايا كان لوحة لوحة مسلا رقم اربعة دي نيجي الخط بتاعنا اهو الخط الابيض ده اللي هو الخط المية اللي احنا بنرسم له البروفيل ونبدأ الخط ده بنجيبه من اول مدينة واللي يكن نبدأ بستيشن زيرو ونشوف بقى مسلا كل ايه خمسين نبقى خمسين مية مية وخمسين وهكذا لحد ما نعدي الالف اللي هو الكيلو متر وكمان كيلو بقى اتنين وانت فاهمين وتلاقيني ماشي ايه بقى مسلا بعد الالف والالفين كل خمسة وعشرين زي ما شرحنا في اول وتاني فيديو في في الشيت اكسل يبقى الفين خمسة وعشرين الفين وخمسين فاهمين الفين خمسة وسبعين يبقى بتيجي من المكان ده طيب نرجع تاني للرسمة بتاعتنا وهكذا لحد الفين خمسمية الفين خمسمية وكذا الفين ستمية وهكذا طيب والبروفيل طبعا كده الفين خمسمية خمسة وسبعين الفين ستمية يبقى بمشي كل خمسة وعشرين متر تمام طيب وانا ماشي على البروفيل ابدأ اشوف الايه الاماكن اللي حطيت فيها والوش فالف صح كان عندي مسلا والي يكون الفين ستمية يبقى جاء الفين ستمية هنا واعمل بتاعتي سوري اعمل بتاع المحبس والي يكون تعال نشوف هنا محبس بقى شكله عامل ازاي وكل نقطة بنرسم لها بوقح تمام طيب عايزين نشوف شكل محبس طبعا دي غورة آآ دي المحبس الحريق او حنفات الحريق هنعرف فهنكلم عليها بعد كده اه تعال نشوف هنا اه دي محبس محبس الشكل ده ايه قلنا ايه 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 اه ساهم الفوق يعني طار اه طارد للهواء باخده كده وابدأ اهو دي اللي بحطها هناك في الايه في البروفيل جدع الفين خمسمية وتسعتاشر طبعا دي الفين خمسمية طيب دي كام يوم جاي من هنا اهو دي الفين خمسمية لحد هنا واجمع الله هيطلع الالفين وخمسمية ولكن الفين خمسمية وكام الهوائزة اللي وست المسافة طيب الالفين خمسمية وتسعة عشرين يعني وتلاتين الفين خمسمية اهي الفين خمسمية وتسعة عشر تمام؟ اللي هو احنا مطلعين اهيه وتمانية وعشرين او وتسعة وعشرين. بس احنا ممكن مش اقسينها من نص او هو مش اقسها من نص بالضبط. احنا لا هو احنا اقسينها غلط المفروض دي. تبقى هنا كده او بس. ماشي المفروض ده هيتغير بعد كده. يبقى الفين خمسمية وتسعة عرف نجات منين. دي اللي اللي ستتحط هنا. ونسميه مسلا كذا هنجيبهم منين بجيب بوينت وحطه هنا ومعلم عليها ابو السلايل الاكس والوايت اتكتبوا تحت في الخانة بتاع آآ او بتاع الاوامر تحت. معايا? طيب ده شكل بروفايل. وتيجي بقى تعمل عملك الاخراج لبروفايل ده كمان. تسميني مسلا ده آآ الابيض ده شايفين? الابيض ده الخط السهم هو عليه ومكاتب ده ده الووتر بايل. في غير الووتر بايل في الصرف في خط المطر خط الصرف خط المية خط الحريق. فاحنا بنتكلم على خط المية دلوقتي. خط المية يبقى كتر كم تلتمية واللاين اسمه ايه? عشان دي اللي هنسميها. تمام? واحد بقى هيبقى في واحد وفيه اتنين وفيه تلاتة التفعات بتاعتنا اللي قلناها في احنا اللي بنسميها زي ما قلنا في شبكات الصرف وشبكات المية هنكلم فيها لاحقا ان شاء الله. تمام? اجي في الاخر اللي هتبقى بالمنظر ده. واخدها طبعا عشان اعمل منها البروفايل اللي كلمنا عنه الفيديو اللي فات بالمنظر ده. طبعا انا معلش يعني حاجة زي كده. اشرح لبقى بالتفصيل فيديو ساعة وساعة ونصر. انا شايف ها مش مش كفقة قوي قد ما اشرح لها خمس ست سبع دايق تاخد الفكرة وانت تكمل عليها. تمام? علشان ما بقى اجدمت ايه يعني اتفال انت بتستحملني خمس ست دايق قطر خيرك يعني. اتمنى في السبع فيديوهات الخاصة بالبروفايل في الجزء الثالث والست فيديوهات الخاصة برسم وشرح الانواع المحابس. اللي هو يعني عندما تكلمنا مسلا على الوشفال بنرسمها ازاي ده في الجزء الرابع كلمنا في ست فيديوهات. كده ستة وسبعة يبقى تلتاشر فيديو في الجزء الثالث والرابع. اتمنى اكون افدتكم في الجزء. طبعا الجزء الاول. والجزء التاني هشرح كيفية تصميم شبكات المية. كيفية تصميم شبكات المية وكيفية تخطيط طبعا نبدأ بالتخطيط الاول على بلان فاضي. يعني بلان كده احنا اللي هنمشي بالمواسل ونخططها. ثم نعمل على الووتر آآ جيمس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.